الأحوال الجوية برعاية قامل التأمينات مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة أحوال التاقس المتوقعة لهذه الليلة وحالة التاقس ليوم الغد إن شاء الله نستهلها أيضا بدرجات الحرارة الدنيا تبقى دائما منخفضة أيضا في حدود أربع درجات بالهضابة العليا الغربية خمس درجات على السطيف وأملب واقي وفي حدود سبع درجات على مرتفعات الأوراس 11 درجة على وهران والعاصمة 12 درجة بأقصى الشرق بالقالاسكيك داعنا باوة طارف 13 درجة على تندوف 8 درجة بالسورة في حدود 14 درجة بالصحراء الوسطى بتميمون أدرار وعنصالح نفس المقياس أيضا على الجنوب الشرقي على إليزي وإناميناز 15 درجة بجانيت 8 درجة 17 درجة بأقصى الجنوب الجزائري إذن عن الوضعية الجوية حسب مصالح الأرصاد الجوية سنتوقع وصول اضطراب جوي بدءا من أمسية اليوم على كفة السواحل الغربية ثم الوسطى والشرقية إذن سوف يمتد إلى غاية يوم الخامس إذن هو ضمن سلسلة من الاضطرابات الجوية ستمتد من أمسية اليوم إلى يوم الخامس بحول الله ويعود ذلك إلى تسرب كتلة هوائية باردة إذن أحوال التقس اليوم الغد بحول الله سوف نشهد سماء مغشت بصحب كتيفة محملة بكمية أمطار سوف تكون معتبرة محليا سوف تهم كفة السواحل الوسطى الشرقية والغربية حتى على المرتفعات ستكون أكثر غزارة على السواحل الغربية والوسطى إذن الإضطراب الجوي سوف يهم أيضا الجنوب الشرقي حيث سوف نشهد كمية من الأمطار معتبرة سماء مغشت سوف تهم إذن تندوف حتى على منطقة السورة وصولا إلى شمال الصحراء والصحراء الوسطى مع احتمال لتساقط بعض القطارات من الأمطار دائما مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى ويعود ذلك إلى تأثير الرياح الجنوبية القوية نمر إذن إلى درجات الحرارة القسوى والمتوقعة لظاهرة الغد إذن تأثرا بالإضطراب الجوي درجات الحرارة سوف تنخفض 16 درجة فقط بالعاصمة حتى على المرتفعات الداخلية الشرقية على بريكة باتنات بسا خنشلة حتى على قلمة 12 درجة باستيفو أم البواقي ونفس المقياس بالهضابة العليا الغربية 17 درجة على السواحل الغربية بوهران تلمسان ومستغانم في حدود 16 درجة بأقصى الشرق على عنا باوة طارف 26 درجة على تندوف 21 درجة بالسورة 28 درجة بالسحراء الوسطى بتيميمون أدرار وعنسالح إذن سوف نلمس انخفاض في درجات الحرارة حتى على المناطق الجنوبية 22 درجة فقط بشمال السحراء 23 درجة نعم على الجنوب الشرقي و32 درجة بمرتفعات الهوغار والتسلي بجانيت وتامنراست ونفس المقياس بأقصى الجنوب الجزائري نمر إذن إلى الملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر إذن البحر بحول الله سوف يكون من مضطرب إلى هائج على الواجهة الغربية والوسطى سرعة الرياح سوف تصل حتى 50 كم في الساعة وسوف يبقى البحر هادئ إلى قليل الأتراب هذا على الواجهة الشرقية اتجاه الرياح بحول الله سوف تكون من شرقية إلى شمالية شرقية على طول الشريط السحلي نختم نشر الجوية بمواقع الشروق والغروب التي تهم العاصمة ودواحيها إذن شروق الشمس بحول الله سوف يكون إلى 27 و 26 دقيقة أما الغروف سوف يكون إلى 35 و 38 دقيقة للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة مع لكم إلى زيارة الموقع الإلكتروني دائما في الخدمة www.nomedia.tv والتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة بهذا نأتي إلى ختم النشر الجوية في أمان الله الأحوال الجوية برعاية جامل التأمينات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر